تعاني المستشفيات في إسرائيل من الاكتظاضات الكبيرة داخل الأكسام العلاجية وخاصة في فصل الشتاء الحالي الذي يبلغ ذروته ما يؤثر على آلية الاستقبال لأكسام الطوارئ وتقديم العلاج الطبي السريع للمتعالجين ونجاعة العلاج لهم الاكتظاض في المستشفيات بسبب الانفلونزا الموسمية ومضاعفاتها هو الشيء الذي يصعب على عمل طواقم الطبي وطبعاً والاكتظاض بزيد من نسبة الوفيات في المستشفيات لأنه ممكن تصير فيه تلوثات المكتسبة بالمستشفى وقت الاكتظاض وكمان مشكل الأجهزة بتقدر يستعملوها لعدد كبير من المرضى وطبعاً هذا بيقول أنه إذا كل سنة من عشرين سنة فيه اكتظاض في فترة شهر 12 و1 معناه فيه حاجة لأكتر أسرة في المستشفيات وأسرة العناي المكثفة وإسرائيل من ناحية عدد الأسرة للألف نفس من أوطى محلات في دول الأوي سي دي لكي يوجد نقص في الأسرة وفي نقص في المستشفيات تدفع المستشفيات الثمنة أمام ما خلفته جائحة كورونا من عوارض مستمرة ومزمنة عند المرضى مقابل الفيروسات الجديدة وتناقلها السريع بين المرضى حيث وصلت الأزمة إلى نقص حاد في عدد الأسرة العلاجية داخل العديد من مشافي البلاد نحن نشهد بالشهرين الأخرينيات ارتفاع ملحوظ بعدد متوجهين لأقصام الطوارئ الأسباب هي طبعا الفيروسات الموسمية اللي بتكون بهذه الأشهر منها الإنفلونزة الموسمية الفيروس الأرزفيل هو أكتر بخص الأطفال عن الكبار وأيضا الكورونا اللي هي بعدها موجودة معناه اللي ممكن تعمل كمان حالات نزل وحم وسعال اللي تتوجه بسببها لأقصام الطوارئ هذا هو الأسباب الأساسية عمليا للتوجهات بالمجمل العام نشوف أنه عدد القائمين داخل الأقصام حاليا هنه أكتر من الموجودين بشكل دائم في الأقصام تقريبا بارتفاع أكتر مية وخمسة وخمية من الموجودين بأشهر تاني غير هاي أشهر التبعون السنة تناشد غالبية المستشفيات الحكومية السلطات الإسرائيلية بتوفير الأجهزة والأسرة العلاجية والمصادقة على إقامة المستشفيات المعلن عنها منذ سنوات والتي بدورها تخفف من الضغوطات على طاقم العاملين في المشافي وتوزيع المرضى على أكثر من مستشفى وذلك للمساهمة في توفير العلاجات الطبية اللازمة وأن تكون الكوادر الطبية على أعلى جهوزية لتقديم الخدمات لطالبيها اشتركوا في القناة